لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرا ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم قلوز تحيل مذارك الظلماء نورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فالسلام عليكم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء لنجيب فيه عن أسئلتكم وعما يشغلكم ويهمكم في حياتكم اليومية بما نعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج 021-360-01-01 021-360-01-02 021-360-01-03 ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة نبدأ حلقة اليوم سائلنا المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا كما علم إبراهيم وداوود وأن يفهمنا كما فهم سليمان رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورد على صفحة البرنامج بعض الأسئلة نبدأ بها الأخ طارق أبو راس يسأل يقول شخص نسي التشهد الأوسط نبدأ بالاتصال الأخ مبروك بن وليد السلام عليكم وعليكم السلام سيخنا يومك مبارك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك بسم الله جمعاتكم مباركة سيخ بالله عليك سنحكم الركعتين ركعتين اللي بعد العصر ركعتين بعد العصر بارك الله بك بإذن الله قال شخص نسي التشهد الأوسط من الصلاة الرباعية ثم تذكر بعدما قام هل يجلس تشهد الأوسط قام ولم يجلس ثم تذكر هل يجلس التشهد يرجع يعني أم يواصل الصلاة وهل يترتب على قيامه ورجوعه إلى الجلوس سجود قبلي أو بعدي الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة ونظموها في الرجز الرجز الفقهي بعد أن استخلصوا حكمها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلي والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له السهو في الصلاة خمس مرار خمس مرات سهى النبي صلى الله عليه وسلم سهى فأنقص وسهى فزاد وبنى على هذه المواقف الخمسة الفقهاء أحكام أحكام سجود السهو ونظموها يعني الفقهاء وذكروا أحكامها الشاهد أن من قام بعدما تشهد التشهد الأوسط بعدما سجد السجدة الثانية من الصلاة لم يجلس للتشهد وإنما قام مباشر إلى الثالثة إذا انحلت العقدة عقدة الركبتين وقام حتى كاد يستقيم وانحلت العقدة لا يجوز له الرجوع وفي مشهور المذهب لو رجع على بطلة صلاته سجوده لما قد نديب على الأصح وكذا إن عقب من واجب لسنة أو رفض لشك نقض فإذا لا ناقض نظموها في المبطلات الصلاة إذا رجع من واجب لسنة على الصحيح على الأصح إذا رجع من واجب لسنة تبطل الصلاة لكن هناك قول آخر أن الصلاة لا تبطل لكنه أساء فالصحيح إذا انحلت العقدة لا يرجع وإنما يستتم قائم وهذا ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبح للناس وأشار إليهم أن قوموا قام النبي حديث عبد الله بحينة في صحيح البخاري أشار إلى الناس أن قوموا فقاموا لما سبح له الناس فقاموا الحديث في صحيح البخاري وفي غيره ثم قضى الصلاة وقبل أن يسل من الصلاة سجد سجدتين للسهو سجود قبلي لأنه أنقص لأنه أنقص ولم يترتب على هذا النقص زيادة لكن لو قام واستتم قائما ثم رجع على قول من لا يبطل الصلاة في هذه اللحظة وتشهد وأكمل الصلاة عليه سجود بعدي لأنه قد نتج عن هذا السهو وهذا العمل الذي عمله زيادة في الصلاة يترتب عليها سجود بعدي مع ان اتصال أبن ليبيا أهلا أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام وحموة الله مالحبا أهلا وسهلا بك مرحبتي الله يكرمك الله يكرمك وكل مسايخ الليqualified الله الله يكرمك وكل مسايخ ليبيا ودون تخطيط ربي سلمك وأهل السنة وأهل الشريعة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أنا عندي مداخلة بس بنتكلم نبي رسالتي توصل لسيد بيبة نبي رسالتي توصل للحقوق أرجو أن نقتصر على السؤال لا لا ما فيه سؤال هو سلمك هو لو عندك سؤال لو عندك سؤال تفضل الله يسلمك هذه الحلقة هذه الحلقة لا لا عمر عادي هذه الحلقة للإجابة على الأسئلة احترم تخصص الصبح الله يبارك فيك والله احترمك وانا لا لا أستاذي أنا والله إلا في الشريعة أو في الدين إزمان واخدين قروض أنا ابن رسل بس إزمان واخدين قروض ربوية تفضل بالسؤال واخدين قروض ربوية إزمان واخدين قروض ربوية 40 ألف السكن ونبي نصر إلى أي حد منام منه مداخلة إنه هو يرفع علينا البلاوة الوعد على أقل فكنا من الرباء طيب طيب وصلت الرسالة هذا السؤال يعني هذا السؤال فكنا من الرباء لعله يرضى عننا البلاوة والوضاء والدنيا نتكلم عن هذا نتكلم عن هذا بإذن الله الأخ سالم من العزيزية نقطع الاتصال السؤال الثاني الذي جاء على الصفحة نفقة للزوج نفقة على الزوج هي باللام لكن هي على الزوج في مذهبنا بعد البناء هذا في مذهب الإمام مالك هذا السائل يقول ماذا في المذهب الأخرى؟ يعني النفقة على الزوجة تلزم وتجب على الزوج إذا دخل بها أو إذا دعوه لعقد النكاح والزفاف دعوه للزفاف وتأخر عنهم تجب عليه النفقة هل المذهب الإسلامية الأخرى كذلك؟ نعم مذهب الحنابلة منصوص عندهم الشافعية والمالكية وأكثر العلماء على أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا دخل بزوجته لأن لا يصح في عقد الزواج عوضين يعني العوض الأول أن يعطي المهر وهذا يصح به العقد ويتم به العقد وثم ينفق والنفقة مجهولة وهي ما زالت عند أهلها النفقة مقابل الاستمتاع والدخول فإذا لم يكن هناك من دخول فليس هناك من نفقة وكذلك المرأة الناشز إذا نشزت ورفضت طاعة زوجها وخرجت من بيت زوجها دون إذنه وهي المخطئة فلا نفقة لها لا تجب عليه النفقة نعم الأخ سليم المصرات السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك أخي سليم عندي ثلاثة سليم سمعتني تفضل عبد الله عز وجل لده سؤاله نعم فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدى صلاة الفجر للنفقة فاهو في دمة الله حل يشمل ونطبق حتى على الإنساء وعادة كذلك يشمل رجال دول الأعظام الذي الذي لليس لديه المقدر على دهاد بالنفسي نعم عندك سؤال ثاني سؤال ثاني سؤال ثاني سؤال ثاني يا شيخ سؤال ثاني بعد أن أحيل أن تقع تحصل على كامل مستحقصي من الجهة والمصر التي كان يعمل بها الله البرغة للصعب والحول فهل يخرج من هذه أموات الذكاء عندها عندك سؤال ثاني سؤال ثاني سؤال ثاني إما تبرعت من رضغ من المالك صدقة لبناء التشجيل نفجد دون أشراك أحد من معها ولم يعلم تفضعها هذا حتى أقرب لقاء منها إلا بعد إتمام الدناء وتزهيز المجد هذا الآن صحيح وهل يلقص من أجهة أمنا واضح شرطاته شكرا واضح واضح بارك الله فيك يا أحمد معاني الأخ أحمد من صبراته تفضل أخ أحمد أنت معا على الهواء أخي أحمد على الهواء أخي أحمد نقاط على التصال نجيب عن السؤال الأول من الأخ مبروك من بني وليد يسأل عن ركعتين بعد العصر في مشهور مذهب إمام مالك رحمه الله ومذهب جمهور العلماء أنه تكره الصلاة بعد العصر وليس فيها سنة راتبة وما جاء عين نبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر عندما دخل على إحدى أزواجه ففيه بيان أنه لم يكن ذلك من عادته صلى الله عليه وسلم فقد دخل وصل ركعتين فسألته عنهما وقالت لم أرك تصليهما قال هاتين هاتان الركعتان بعد الظهر شغلني عنها وفد بني فلان فركعتهما الآن ومن هذا أخذ جمهور العلماء أنه لا يصلى الراتبة بعد العصر نعم يصلى قبل العصر ولكن بعد العصر فليس هناك من راتبة فالصلاة مكروهة خصوصا إذا صفرت الشمس حتى سجود التلاوة مكروه بعد صفرار الشمس وكذلك تحييت المسجد وسائر النوافل إلى أنه ثبت في موطل إمام مالك وعنه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ما عن اتصال من الأخ عبد الله على السلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله الشيخ شكرا أهلا وسهلا بك بلاي يا شيخ عندي عندك ماذا عندي أتصال تفضل بلاي يا شيخ شكرا حكم ماذا حكم ماذا بغاني الدينية دينية اه ما يا شيخ آآ مقبل فاتيني يعطيني فتوى أن التسماء في انتحان أنه حرام آآ فتوى في ماذا أن التسماء ينسمي الواحد انتحان حرام الغش آآ يقول لي يسمي مثلا أنا قلت له من جريتش عادش هذا في أثناء الامتحان قبل من امتحان كان يقول لي جريت الجاوبي يقول لي يسمي انت شايف فهمتك عندك سواء آخر ما عن الأخ جاسم السلام عليكم وعليكم السلام وحمد الله الله يحفظ أهلا وسهلا بك آآ شيخ عندي سؤال لكن ما بويل شوية لكن حاول أني نختصر نعم اختصر اختصر شيخ أنا ما تزوجت مرأة لكن بعد فترة تضح أن المرأة هذه لا تنجب هذه بشولات يعني الكلام بكاترة حاولنا علاج يعني صرفنا كثير من الموع العلاج لكن السكتور ما شاء هلية فريحة المتنجب قال لي يصبروا والأمر يجي عمل يجي فترة فيك الكوس أكثر مش هذا السؤال السؤال أني المرأة نبي معاش خزي ما نقدر ناخذ مرة ثانية ونقدر ننظوظ على رسم فيه ونبد ننطلبها السؤال الأول قال أني هذي أهلها كانوا يعلموا أنها مدهاش الدورة يعني يا شيخ دورة مدهاش وهم يعلموا وما أطرحوا لي بالشي هذا ويعرفوا أن هذا يعني يختبر عيب عندنا في المرأة إذا كان مدهاش الدورة يختبر عيب الأمر الثالث أني لو شرعت الآن شرعت أني ندوى في مرأة ثانية ونقول أني كنت نزوج ومرت ما جبتش أولاد يسألوني كان أني يقول أني سوال البنت إذا لكم ما جبت أولاد هل بتطلقها يش إخطوا علي بعض الشروط عرفك يا شيخ يقول السؤال واضح شيخ يعني أن الثلاث أفضل هل أنا أسم في التفريح أو أعلم توق وسأجيب بإذن الله تعالى بارك الله فيك الشيخ نعم الأخ محمد من طرابلس السلام عليكم كيف حالك يا فرح عليكم السلام وحمد الله وبركاته صح الله يبارك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك الأول مختصة بقصة التأمين الصحي اللي تول دارات الدولة للمتقاعدين يعني الناس اللي هم أكبر السن المتقاعدين هذا ما والسؤال الثاني حتى هو في نفس الموضوع أنا معلم وجابون نماذج بقصة التأمين الصحي وناس يقول إحلال وناس يقول إحرام وناس وقفت ما باش ندير أي خطبة وقولنا نسل وناس موضوع وبالنسبة للسؤال الأول يعني يريد توضح لنا الوالد يسمع فيك ويريد نقو توضيح حكم على تفصيل في الموضوع باش ننش بالدام وننظف بإذن الله رب يحضر والدام بالنسبة لي لأخ ابن ليبيا يريد رسالة أن تصل للمسؤولين عن القروض الربوية يعني الناس في زمن مضى ويعني لم يجدوا قدرة على بناء البيوت الخاصة بهم المرتبة الضعيفة جدا واضطر كثير من الناس إلى أخذ القرض وكانت على القروض فوائد ربوية يعني بدأوا في البناء وتموا البناء وهم الآن يعني يريدون عاون من الدولة في رفع هذه الفوائد الربوية عن الناس يعني خصوصا من استمر عليه القرض ولا زال الآن الخاص مستمر ولم يتم اكتمال دفع الباقي المترتب عليه من هذا القرض نعم العاون المسلم ورفع الشروط الربوية هذا مطلوب ونحن ندعو الدولة بقدرتها على رفع هذه الفوائد الربوية وإرجاع العقود إلى الأصل المباح حتى يرتفع الإثم عن الجميع ومعروف أن الربا ماحق للبركة يمحق الله الربا ويربي الصدقات هذا نصر القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يعني اللي أعطيتول الناس هذا خذوه والزائد عليه رفعوه عنهم حتى يبارك الله عز وجل في الأرزاق معنا اتصال الأخ علي من إجدابيا الأخ علي من إجدابيا تفضل عليكم السلام تفضل الأخي علي والسلام عليكم واستمع إليه من التلفاز من الهاتف أتفضل عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم أسمعك السلام عليكم وعليكم السلام أسمعك هناك مشكلة في الاتصال مع الأخ علي من إجدابيا الأخ عبد الحكيم من ورشة فانا أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا محبتين إذا نسلك الشيخ بعد إذنك نحكم من ساعة من يفوت عليك يومياً لمدة سنة يمشي للجاوة ما يطلقش السلام عليكم نجيبك بإذن الله نجيبه عن هذا نعم الأخ سليم من مصراته سأل عن ثلاثة أسئلة السؤال الأول من صلى في المسجد فهو في ذمة الله هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وفي غيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على شهود الصلاة صلاة الصبح فقال من صلى الصبح في جماعة في رواية ليس فيها جماعة من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم أحد بشيء من ذمته فمن يطلبه يدركه ثم يكبه في نار جهنم السائل يسأل الأخ سليم من مصراته هل هذا خاص بمن شهد الجماعة ذكرت أن هناك رواية ليس فيها ذكر الجماعة وحصل الاختلاف بين فقهاء في هذه المسألة هل المطلوب أن يصل للإنسان الصبح في وقته حتى يكون في حماية الله سواء كان في المسجد أو كان في البيت أو في أثناء سفره أو أن هذا مشروط بالمسجد فقط أو أن هذا مشروط بالمسجد فقط وبعض الروايات جاء فيها ذكر المسجد فقصروا بعض الفقهاء قصر هذا على المسجد من شهد الجماعة في المساجد ويلحق بهم من كان معتاداً على المساجد لكن منعه مرض أو سافر أو كبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي يقول فيه من سافر أو مرض كتب عمله كأنه صحيح مقيم كتب العمل كأنه في صحته الوافرة أتى به وكأنه مقيم لم يسافر ولذلك من سافر ولم يصل النوافل يكتب في صحيفته أنه صلها إذا كان سافره طعاً ومن مرض وكان معتاداً على العمل من الطاعات ومنعه المرض من الإتيان بهذا العمل يكتب في صحيفته أنه قد عمله وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يسأل أيضاً يقول عن رجل يعني عمل في الدولة ووصل إلى السن التقاعد ثم بعد التقاعد تحصل على مستحقاته والمال موجود وحال عليه الحوال فهل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة كل مال وجد في بيتك في الخزنة في السيارة في المصرف حال عليه الحول نامي أو غير نامي واجبت فيه الزكاة زكي إذا مر على النصاب حول وأنت مالك الرقاب بهذه الشرط أن تكون مالكاً للمال ملكاً حقيقياً يعني موجود عندك أو في حكم الموجود أن تكون يعني أن يكون مالكاً قد بلغ النصاب وزاد والنصاب 85 قرام من الذهب عير 24 قراط وأن تكون قد مرت على هذا المال ويكون قد مر على هذا المال حول كامل سنة قمرية هذه هي شروط الزكاة يسأل أيضاً يقول تبرعت مرأة تبرعت مرأة بمال لتشييد مسجد ولم يعلم بهذا أحد لم يعلم بهذا أحد فهل فعلها صحيح وهل لها أجر الزوجة لا حكم خاص النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه لا يحل الإمرأة عطية إلا بإذن زوجها والعطية حددت بالثلث فأكثر إذا كان أكثر من ثلث المال وهب أو أعطي فهذا يجب عليها أن تستشير الزوج في هذه العطية وتلك الهبى وذلك التنازل لأن للزوج حقاً وتشوفاً في مال زوجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع تنكح المرأة لأربع وبدأ بذكر أول شيء لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع صفات المال والجمال والنسب والدين فاضفر بذات الدين ومن زاده الله عطاء كان ذات دين وذات نسب ومن زاده الخير كان ذات دين وذات نسب وذات أيضاً مال وجمال من اجتمع له الخير فهو عطاء الله سبحانه وتعالى والأفضل المقدم صاحبة الدين صاحبة الدين هي المقدمة في هذا فللزوج تشوف لمال زوجته وبالتالي لا يجوز لها أن تتبرع بأكثر من ثلث مالها إلا بعلمه والرضاة وإن فعلت هذا جاهل غير داري وغير عارب بهذا فأرجو أن لا بأس عليها خصوصاً أنه مسجد يعبد فيه الله سبحانه وتعالى يذكر فيه ويسبح فيه الله سبحانه وتعالى ولا أظن أن زوجاً صادقاً مخلصاً صالحاً يرفض هذا أو يستنكره لكن هذه دعوة وتنبيه لكثير من النساء العاملات أو ذوات المال لا يجوز لكنا أن تتنازلنا أو تعطينا دون عوض من مالكنا لأحد إلا بعلم الزوج فيما أكثر من الثلث أقل من الثلث لا أحد يسألك أكثر من الثلث لا بد أن تستشيري لا بد أن تستشيري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة حق البيع والشراء أن تبيع وأن تشتري لا يمنعها يعني الزوج وليس له عليها حق الاستشارة فعائشة رضي الله تعالى عنها جاءتها بريرة وطلبت منها أن تعينها على كتابة أو مكاتبة أهلها بثماني أواق ثمان وقاء يذهب ثماني أواق فعقدت معها الصفقة واتفقت دون أن تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وأختم قبل الفاصل بدعوة طلاب العلم إلى دراسة حديث بريرة فإن الفوائد فيه تترى وكثيرة حتى في العلاقات الدولية والله تعالى أعلم وإلى فاصل ونواصل بإذن الله تعالى لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرا ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مذارك الظلماء نورا جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرا ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاءا إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مذارك الظلماء نورا بسم الله الرحمن الرحيم ها قد عدنا والعود وأحمد إلى أسئلة الأخ أحمد من صبراتا يسأل عن حكم الأغاني الدينية الغناء في لغة العرب إذا قيل الغناء لا يتبادل للذهن الغناء المعروف الآن المصاحب بالمعازف وإنما الصوت الجميل فإذا قرأت في كتب الغناء كتب الفقه أعلم أن المراد هو الصوت الجميل فقط هذا هو الغناء ويتغنى بالقرآن يعني يحسن الصوت بقراءة القرآن ما آذن الله لنبي ما آذن لرجل يتغنى بالقرآن يعني يحسن الصوت زينوا القرآن بأصواتكم حسنوا القرآن بأصواتكم وهذه حديث عين نبي صلى الله عليه وسلم فالغناء له الصوت الجميل هذا حلال وحلال وحرام وحرام كسائر الكلام ما كان فيه من كلام لا يدعو إلى خنى ولا إلى رذيلة فلا بأس به وإذا كان يدعو إلى خنى أو رذيلة أو هجو أو شتم أو سب فهذا لا يجوز نكمل إجابة عن السؤال بعد أخذ اتصال الأخ الأخ فرج من طرابلس أهلا وسهلا بك نهارك مبارك إن شاء الله الله يسلمك والله يا شيخ عندي سؤالين واحد في العبادات واحد في الورثة تفضل والله يا شيخ نحن عندنا ورثة من سيبتها الوالدة إن شاء الله هيك منزل وفيه ورثة لك إن خويا قاعد في الحوش هذا معاش عرفنا كيف نديره معاه يعني لايب يسكن لايب يشري وخصوص إنه هو تو مريض وعليه قتل في هذا وننصح في ولاده ونقدر وعندها أخوة إنه أما يعني مستحقين وقاعدين في إيجار ونصح فيه وتوى 48 سنة الوالدة متوفتية يعني عاش عرفنا كيف نديره معاه بإذن الله وننأولهم لصلاح يعني يعني أخوه مصطير نأولهم لصلاح إنه يعني ساسي بيوع الحوش ويقسمه وشرطنا قلنانا حلقان نحضولك أنت حوش أنت لول وتسكن فيه والباقي إنه مهما بيناتنا اللي بيطمعنا يطلعنا السؤال الثاني والسؤال الثاني في العبادات صلاة الصاجر الساعة 4 إن شاء الله ننوذوا نتوضوا نصلوا في ركعتين لله ونسبتوا بعتري نصلوا في الصبح هل أدركنا صلاة الصاجر يعني وجيبك بإذن الله شكراً ومبارك الله فيه معنا عبد الحميد عبد الحميد من بجوار وعليكم السلام تحية لك الله يسهل أهلا وسهلا بك نحن في سؤال مش غيرنا سمعته حتى منكم واحد ولكن أخي صاث الله ما سمعتنش منكم الرد فراحة لأننا مرأنا الرأسنا ونحن قد أجهمنا في حق أنفسنا ونبعهم هذه الكثافة من الإئمة والشيوخ والفقهاء سؤالنا هل هلني ماتوا من قصف النات وحلف النات هل هم شهداء أو لا ويجب الإجابة بكل شجاعة حياتي لك أعد أعد وضح السؤال معلش طيب معنا محمد من طرابلس محمد من طرابلس أحمد من صبراتات تفضلي أخ أحمد أيها السلام عليكم وعليكم السلام نسأل على التوكيل في الرجم يا شيخ عن التوكيل التوكيل في الرجم التوكيل في الرجم على هذي على هذي وليس قصة بالنات أنا طالد عليك حوالي خمسة ربعين سنة أجيبك أجيبك بإذن الله مش عارف كيف نعمل أجيبك بإذن الله محمد من مصراتة أيها السلام عليكم وعليكم السلام بنائنا عندي سؤال صلاة الفجر أصلا هي من صلاة الفجر هي رغيبة الفجر لماذا لا نقول صلاة الصبح أدان الصبح لماذا نقول صلاة الفجر أدان الفجر علم بأن هي الصلاة صلاة الصبح أجيبك بإذن الله دارك الله فيك طيب ما زلنا في سؤال عن الأغاني الدينية الأغاني الدينية المقصود منها هو حسن الصوت أما إذا صحبها المعازف إذا صحب هذه الأغنيات بتحسين الصوت وصحبهم معازف جمهور العلماء جمهور العلماء على أن المعازف محرمة ولم يبيحوا من هذا إلا الدف ويلحق بها الدربوكة وما شابه هذا فهو داخل في دائرة الجواز عند جمهور أهل العلم المحرم هو المعازف المعازف فهذا مذهب جمهور العلماء وذهب بعض أهل العلم إن المعازف أو الموسيقى أنها ليست حراما إلا إذا كانت على مجلس خنى أو شرب خمر أو معاصي وآثام والغناء بهذه الصورة التي نرىه في هذه الأيام ليس هناك من عاقل بلها عالم يقول بحله وجوازه فهو حرام النساء التي يقصنا وما يسمى بالفيديو كليب وما لحق به فهذا كله حرام عرض للمفاتن والمساوي وكلام يدعو إلى الخنى والفحشي ولا يقول بجوازه أحد عاقل لا عاقل بلها عالم يعني ما يقول به عاقل يا بل عالم أيضا يسأل عن الغش طبعا الغش حرام لأن نسموه التسماي ونقوله غش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا وفي الرواية الأخرى ليس منا من غش وهو من كبار الذنوب لأن التبرؤ من الغشاش يدل على أنه كبير الكبار تحدد إذا قرأت القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت وعيدا بالعقوبة بالنار أو حدا يقام أو لعنا أو طردا من رحمة الله سبحانه وتعالى أو براءة فأعلم أنها من كبار الذنوب فأعلم أنها من كبار الذنوب فالغش من كبار الذنوب الغش من كبار الذنوب وما أضر ببلدنا إلا التزوير والغش في كل شيء الآن الشهادات تباع بالرشة تأخذ شهادة بالرشوة التي هي حرام وهي من كبار الذنوب أيضا تأخذ شهادة مزورة والتزوير من كبار الذنوب وهو غش للجهة التي تعمل فيها وهو أيضا كبير أخرى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها يعني أشياء محرمة وهي ضياء للمجتمع والأمة لا تكذب عليه كريت باي سميني مش مسميك الغش حرم هذه موعظة له ونصيحة ويستفيد منها فلا تدار في دينك ولا تكذب وتأخذ إثما بسبب يعني إنسان يريد منك أن تعينه على الغش الأخ جاسم يقول تزوجته ثم اتضح أنها لا تنجب ويبدو أنه كما يذكر أنه لا يستطيع أن تزوج بثانية ويخاف من الإثم ويخشى أن يطلقها أن يكون قد ظلمها لا يا أخي لست ظالما لها الطلاق مباح حتى ولو كانت الزوجة صالحة ولم يكن بها من عيب ولم تخشى عليها بعد الطلاق من ضر فلا هذا أمر مباح والمباح يعني هو أمر جائس حلال لذاته حلال لذاته ليس إذا تعلق به شيء آخر يتعلق به شيء آخر يأخذ الحكم الآخر لكن في أصل المسألة أن الطلاق مباح لكن يجب عليك أن تعطيها حقوقها أن تعطيها حقوقها كاملة مستوفاة وطلق لا أحد يمنعك إذا علمت أنك لا تستطيع أن تجمع إليها ثانية أو أن تنفق على بيتين اثنين لكن لو علمت أنك تستطيع أن تنفق على بيتين فلا بأس لا بأس يقول أهلها كانوا يعلمون يقول إن أهلها كانوا يعلمون بأنها لا تحيظ وهو عيب نعم إن كانوا لا يعلمون فقد وقع الغش ولكن في كل حال أنت الآن جلست معها وبقيت وانتهى حتى المدة وكونها تحيظة ولا تحيظ يعني كثير من العلماء ومذهب الإمام مالك والشافع وغيرها لا يعد من العيوب التي بها حق الرد لكن من أهل العلم من جعل كل عيب يمنع المودة والسكن في بيت الزوجية إذا تم به الغش فهو من العيوب التي بها حق الرد وكون المرأة لا تحيظ ومعلوم أن المرأة التي لا تحيظ لا تحمل عيب كبير وكان عليهم أن ينبهوك لكن الآن حصل الأمر وأنت لم تتكلم سكت عن هذا ولم تتكلم ومضت السنين فليس لك إلا أن تطلقها ولا إثما عليك إن أردت أن تطلقها الأخ محمد من طرابلس يسأل عن التأمين الصحي للمتقاعدين ويسأل عن التأمين الصحي أيضا للموظفين التأمين حصل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة والخلاف كبير جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم قديما وحديثا والمجامع الفقهية أيضا مجمع الفقه الإسلامي في مكة والمجمع الفقه الإسلامي في جدة ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وغيرها من المجامع الفقهية تفتي بحرمة التأمين التجاري والتأمين ثلاثة أنواع تأمين تجاري تأمين تعاوني أو تبادلي وتأمين اجتماعي التأمين الاجتماعي اللي هو الضمان الاجتماعي وما يتبع به هذا الجمهر على جوازه التأمين التعاوني اللي هو التكافلي والتبادلي هذا جائز في الصحيح من أقل الفقهاء أما التأمين التجاري فهو حرام عند جماهير أهل العلم بعض أهل العلم ذهب إلى حله وهذا هو سبب الخلافة الذي أنت بعض يقول حلال وبعض يقول حرام لعله ناشئ عن معرفة هذه المسألة لكن جمهور أهل العلم على تحريمه ودار الإفتال الليبية تفتي بتحريم التأمين التجاري ولا يجوز من التأمين التجاري إلا التأمين إلا التأمين الاجتماعي أو التأمين التكافل للتعاوني فاسأل عن التأمين الذي جاء في الموظفين هل هو تأمين تكافلي أم لا وعادة يكتبون والحمد لله بدأت شركات التأمين تفتح نوافذ تجارية تكافلية نوافذ تكافلي للتأمين التكافلي وهذا حلال وليس فيه من بأس لأنه قائم على التبرع وليس قائم على التربح أما بالنسبة للتأمين الصحي للمتقاعدين فالذي يقرب للفهم ولذها أنه تابع للضمان الاجتماعي وبالتالي ليس فيه من بأس والله تعالى أعلم الأخ علي بن جدابية من قطعة صابي والأخ عبد الحكيم من ورشفانة يسأل عن حكم رجل سنة كاملة يمر بجانبه يذهب إلى المسجد ولا يلقي السلام عليه هذا الرجل أساء إلى نفسه وأساء إلى الإسلام وإلى أخلاق المسلمين يعني تمر على أخيك المسلم فينبغي أن تلقي السلام جمهور العلماء على أن القاء السلام سنة وليس واجباً والواجب هو الرد إذا ألقى عليك السلام يجب عليك أن ترد أما أن تلقي السلام فهو مسنون لكن إذا علم أن عدم القاء السلام يدخل الضغينة والشحناء والتباعد والتدابر فهذا ليس من أخلاق المسلم كان علي أن يسلم عليك ولك أن تنبهه بطريق أو بأخرى إلى أهمية السلام في الإسلام وقد كان أول ما دع النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة عندما دخل عليهم كان ما زال في الطريق لم يصل بعد بناقته القصوى إلى الموضع الذي بنى فيه مسجده دخل النبي صلى الله عليه وسلم والمنادي يسبقه يقول يا أيها الناس أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الأولى عندما دخل المدينة يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام دعوة محبة دعوة تعاطف تكاتف دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأخ من صبراته محمد من مصراته يسأل لماذا لا نقول صلاة الصبح وقبلها هي رغيبة الفجر لا هي صلاة الفجر وصلاة الصبح اسمها لصلاة واحدة الفقهاء وجاء في الأحاديث صلاة الصبح وصلاة الفجر التي يصليها الناس قبل صلاة الفجر اسمها رغيبة الفجر يعني الإنسان إذا استيقظ من نومه وتوضى يصلي في أربع ركعات ركعتين بتشاهدوا سلام وركعتين بتشاهدوا سلام الركعتين الأوليين بتشاهدين وسلام هذه اسمها رغيبة الفجر سنة الفجر راتبة الفجر ليست الفجر الفجر هي نفسها صلاة الصبح التي يصليها الناس جماعة في المسجد صلاة جهرية يصليها الناس جماعة في المسجد أو تصلى بعد رغيبة الفجر صلاة الصبح وصلاة الصبح لها اسم ثاني وهو صلاة الفجر التي قبلها اسمها رغيبة الفجر الأخ عبد الحكيم من وشفانة الأخ فرج من طرابلس يسعى عن ميراث الأم الأم ميت لها 48 سنة والولد في البيت حجر عثرة لا هو اللي اشترى حصة خوتا الورثة وله اللي خلهم يبيعوا حتى يأخذوا مالهم وحقوقهم المترتبة والتي فرضها الله عز وجل لهم في كتابه الكريم في سورة النساء هذا لا يجز يجب على الإنسان أن يخلص نفسه في الدنيا قبل الآخرة عليك دين سدد الدين عليك حقوق أوف بالحقوق عليك واجبات عليك أن تقوم بها لك حقوق طالب بها أو عفو هذا أمر يرجع إليك أما الواجبات فلابد من الوفاء بها يجب على هذا الأخ أن يشتري أو أن يسمح لهم بالبيع أو أن يطلب منهم السماح فإذا رضوا بها ونعمة وإذا لم يرضوا ليس له إلا أن يرضخ إما أن يشتري البيت وإما أن يسمح لهم بالبيع فالموت حق ولا يليق به ولا يجوز له أن يمنعهم مالهم واصيبهم حتى يوفيهم الموت أيضا يسعى السؤال ثاني عن صلاة الفجر هو نفس السؤال تقريبا يعني يستيقظ في الصباح بعد الأذان يستيقظ ويتوظى ويصلي ركعتين اسمها رغبة الفجر ثم ركعتين اسمها صلاة الصبح هذه الركعات الواجب أن تكون قبل طلوع الشمس إذا تأخرت في الصلاة عمدا حتى طلعت الشمس وقعت في حرام من المحرمات بل بعض العلماء عدوا من كبار الذنوب لأن الصلاة موقوطة بوقت محدد لا يجوز تركها حتى يخرج وقتها المسلم يصلي حتى ولو كان في حال الحرب حال الحرب شريعت صلاة الخوف فكيف إذا لم تكن في حال حرب وكنت في أمن وأمان وفي غاية الراحة تترك الصلاة حتى يخرج وقتها هذا لا يجوز وهو من المحرمات يسأل الأخ عبد المحمد من صبراته يسأل عن الأخ من جوات يا أخي يا أخي لابد أن تنتبه الحق أحق وأعلى من كل أحد ولا أحد يريد أن يبيع الدنيا بأخرى كلنا نطلب الآخرة اسأل سؤالك بأدب ولطف وأبشر بالجواب لا حاجة لأن تقدم المقدمات ومؤخرات كلها لأجل أن تقول قولا ظانا أننا لن نجيبك نجيبك عن هذا بل قد وصلك الجواب ولذلك أنت قد أخذت موقفا لا يليق بك ولا يليق بنا يا أخي المسلم إذا في حال الحرب وقع عليه الضر بسبب الحرب والظلم هو من الشهداء من مات مظلوما فهو شهيد ومن مات يعين على الباطل والضر ليس من الشهداء في شيء ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد من مات في الدفاع عن الحق وعن الوطن وعن العرض أما من كان صائلا على المسلمين يضر بهم وينكل بهم ثم مات فلا هو من الشهداء ولا هو قريب من الشهداء ولا نحرمه حقه في الإسلام لم يقل أحد أنه كافر هو مسلم لكن ليس شهيدا كيف يكون شهيدا وهو ظالم معتدي على الناس فارعوا يا أخي الكريم واعلم أن للناس عليك حقوقا ولربك عليك حقوقا ولا حاجة للضغناء ولا للعداوة يحصل الاختلاف ترى أنه ليس بظالم ونرى أنه ظالم الحكم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة لكن الإنسان يحكم بظاهر العمل الإنسان يحكم بظاهر العمل والله تعالى أعلم يسأل هل يجوز الإحسان إلى الجار غير المسلم والتعامل معه كأنه جار مسلم مع التوضيح نعم الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة النساء يقول يعني ذكر القريب ولذلك الفقهاء في تفسيره من هذه الآية قالوا ذكر الله عز وجل الجار القريب والإسلام معه يعني جار ومسلم وقريب وجار ومسلم وجار وليس بمسلم هؤلاء كلهم لهم حق الجوار والإحسان مطلوب مطلوب مع كل الناس كما قال الله سبحانه وتعالى في ذات الآية في ذات القرآن من سورة البقرة عندما ذكر حقوق الجيران وغيرهم قال وقولوا للناس حسن يهوداً كانوا أو نصارى أو غيرهم في سؤال تابع له على الصفحة صفحة البرنامج ما مدى صحة قصة الجار اليهود الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي في طريقه القاذورات والأشواك وبعد فترة اختفى اليهود ثم سأل عنه النبي فإذا به مريض فعاده النبي فأعلن إسلام هذه القصة لا أصل لها هذه القصة مكذوبة لا أصل لها وتخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني الإسلام ليس ضعفاً النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضعيفاً كان رحيماً لكن كانت له صولات وجولات وشدة على الكفار وعلى الظلم وتعلمون أنه عندما غدرت به يهود بني قريضة حاصرهم ولما نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم فيهم بحكمه قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أصبت حكم الله إن سابع سماء أمر بهم سبعمائة مقاتل خدت الخدود وقطعت عناقهم جميعاً الذي فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعمائة عدو يهودي غذروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يفتكوا به ويستأصلوه خد الخدود وقطع أعناقهم وكانت الأمر ليس فيه رحمة يفتشون الأولاد هل نبت له شعر العانى أم لم ينبت فإذا كان قد نبت قطع رأسه وإذا لم ينبت تركوه ومن ذلك أحد من أسلم بعدهم القراغي ذكر ذلك قال فكنت فيما لم ينبت فأطلقوني ثم هداه الله للإسلام فأسلم وأصبح راوية من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ليس ضعفاً ولا استكاناً بعض القصص تبين لك الحال وكأن المسلم ضعيف لا مستكين يعني تصفعه على خده اليمنى يعطيك اليسر لتضربه ليس هذا من الإسلام في شيء كيف يرضى الصحابة أن يلقي رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام بيته القاذورات لا يرضى الصحابة بهذا رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد طلقت مراتي ألف تطليقة قال يتلعب بكتاب الله وأنا بينه غركم قام عمر مرني فليقطع عنقه الرجل أخذ بتلبيب النبي صلى الله عليه وسلم كاد الصحابة أن يفتكوا به لا يرضون في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً المخرج يشير إلي إلى انتهاء الوقت ولذلك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد ملئت مرابعنا ربيعاً وكانت قبل مرأ العلم بوراً جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصوراً